تحية محبة ليكم أحبائي في حلقة جديدة في برنامجنا العميق الدسم في إنجيل يحنى والمسيح بجلال أعظمته وأدره ومجد سلطانه هنشوف في أصحح تمانية اللي احنا دلوقتي وصلنا لي حدثة شهيرة فيها بنشوف واحدة أمسكت في ذات فعل الزنا وجابوها للرب عشان يورطوه عايزين نصبوله مفخ يعني للمسيح عشان هنشوف بعد شوية تفاصيل لو قال كده يبقى في مشكلة لو قال كده يبقى في مشكلة هنشوف التفاصيل دي بعد لحظات أحبائي وصلنا لأصحح تمانية في دراستنا في إنجيل يحنى في حتى شهيرة في منتهى الأهمية حصلت في الأصحح ده وفي كمان تصريحات للرب يسوع عن نفسه ما وردتش في أي مكان تاني في الإنجيل ولا في الأنجيل الأربعة والواضح جدا أن الموقف ده كان بمثابة فخ نصبه الكتب والفرسين عشان يصطدوه وزي ما بيقول في آية 6 بالزبط يعني كده لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه والحقيقة فيه شيء جدير بالذكر هنا وهو إنه المرأة أمسكت في ذات الفعل أيوة أي إن الرجل كان معها يعني في نفس اللحظة ممسكة في ذات الفعل يعني in the act زي ما بيقولوا لكنهم أحضروها بدونه وكانت الشريعة على فكرة بتوصي برجم كل الطرفين الرجل والمرأة بحسب لوين عشرين وتتنية 22 لو تحبوا ترجعوا له وهنا بنشوف إنه لو قال المسيح لا ترجم المرأة هيمسكوا عليه تهمة كسر الشريعة لا ما ترجمش يبقى أنت بتكسر الشريعة ولو قال ترجم هيمسكوا عليه تهمة إجراء حكم بالإعدام وده شيء ما يسمعش به الرومان لليهود مش شغلهم لأن ده شغلة الرومان اختصاصهم في الوقت ده أي حكم بالإعدام وطبعا لو كان الرب أصدر أمر برجمها ما كانش ده مخالف للشريعة أبدا يعني كان مطابق للشريعة والشريعة هو حطها أصلا ولكن الرب لما قال في آية سبعة هنا من كان منكم بلا خطية فلي يرميها أولا بحجر كان بيسلط الضوء كده على أهمية الرحمة والمغفرة والشفقة وكان بحسب الشريعة المفروض إنه بس المرتكبوش الخطية هم اللي ليهم الحق إنهم ينفزوا حكم الإعدام وخلوه أهمس يعني لنا بكلمة النهاردة يا ترى لو 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 تمسك أخوك أو صديقك أو حتى عدوك في خطية مشينة هل هتسرع لإدانته هل هتشهر به هل هتستعجل في إصدار الحكم عليه وكأنك لم تخطئ أبدا على الإطلاق حضرتك يعني ياريت كلنا وطبعا أنا منكم نتعلم ونتذكر إن أنا نترك للرب موضوع الدينونة فهو وحده الديان العادل وطبعا الله أقام مسؤولين في المجتمع وفي الكنيسة لتطبيق العادل وأحكام القانون وإجراء القضاء لكن على الصعيد الفردي أحبائي الشخصي هل أنا وأنت بنبدي شفقة ونبادر بالغفران ربنا ساعدنا ربنا ساعدنا حبائي لاحظتوا معايا إن ضميرهم بيقول كتاب كانت تبكتهم وخرجوا واحدا واحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الشباب وأكيد كل ما عايز أقول يعني كل ما بنكبر بيزيد إدراكنا بخطيانا وبطبيعتنا السقطة وبأهمية ممرسة النعمة والشفقة مع الناس الناس الكبار بيحسوا بيها أكتر من الشباب في الختام عايز أقول أنه من الواضح أن الرب أظهر شفقة ونعمة وغفران للمرأة وما حكمش عليها بالموت بحسب أحكام الشريعة العادلة لكنه كمان لم يتجاهل الخطيئة ما تجاهلش خطيتها لكنه قال لها عبارة مهمة جدا خلوا بالك يا حبائي اذهبي ولا تخطئي أيضا في آية 11 وأكيد الرب مستعد أنه يغفر أي خطية في حياتي وفي حياتك لكن مهمة جدا من جهتنا الاعتراف بيها والتوبة عنها والتصميم من كل القلب فعلا من كل قلوبنا أنه نصحح المسار نغير أذكركم هنا وبذكر نفسي بيقول الكتاب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطحرنا من كل إثم وبيقول دم يسوع المسيح يطحر من كل خطية في يحنى الأولى أصحاح واحد وبيقول كمان في السفر الأمثال 28 وبتحديد آية 13 بيقول من يكتم خطياه لا ينجح لكن من يقر بها ويتركها يرحم يا ربنا يسعدنا إن احنا كل واحد بالروح القدس لما يبكتنا كده وينخس ضمايرنا بسرعة نتوب بسرعة نقر بالخطية ونقول يا رب سمحنا ومكننا إن احنا نغير المسار يا رب زي ما قال داود بسرعة كان قلبه طري ومجرد ما أدرك إنه أخطأ قال أخطأت أخطأت وطلب الغفران وحط راسه في التراب قدام الرب والتزلل والرب غفر له فربنا يسعدنا إن احنا يكون عندنا هذا نوع من القلب الطري قدام الرب بمعونة الله نقدر ونقبل غفران المسيح ونكف عن فعل الخطايا له كل المجد في المسيح يسوع آمين